السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اليوم راح نحاول نبرهن مبرحنة صغيرة اللي هي تقول سيكن تربيع للأكس زائدين كوسيكن تربيع للأكس تساوينا سيكن تربيع للأكس في كوسيكن تربيع للأكس. راح نثبت هاي المبرهنة. اول شي نبدبين قل له ناخذ الطرف الايسر. ناخذ الطرف الايسر. من اخذ الطرف الايسر راح يكون عندي سيكن تربيع للأكس زائد كوسيكن تربيع للأكس. اش راح يساوي سيكن تربيع للأكس منين جايني السيكن الواحد السيكن الواحد للأكس جاينا من واحد على كوسين. لنفس الزاوية طبعا اكس اكس. زين من اجي اربع هذا يصير سيكن تربيع. واجي اربع هذا يصير الواحد تربيع على كوسين تربيع. اذا سيكن تربيع واحد على كوسين تربيع. فراح اقل لهذا يصير واحد على كوسين تربيع للأكس زائد واحد على ساين تربيع للأكس. انواحد المقامات نضرب المقامات كوسين تربيع للأكس. ساين تربيع للأكس. ساين تربيع للأكس في هاي. واحد مقامات طبعا نضرب المقامين سوي. انوا بنجي نضرب هذا في واحد. يصير عندي ساين تربيع للأكس. نضرب هذا في هذا زائد هذا في هذا. اش يصير عندي كوسين تربيع من للأكس. ساين تربيع للأكس زائد كوسين تربيع للأكس من المتطابقة. عندنا متطابقة تقول كوسين تربيع زائد سين تربيع رح يساوا عندي واحد يساوا واحد و هذا ايبا عندي كو سين تربيع للأكس سين تربيع للأكس يزين ان هذا اقدر احوله لاوما اقدر اقدر احول هي كو سين تربيع للأكس عليما نضرب هنا واحد سين تربيع للأكس اقدر lugar سيبة تもの الي هن ذني للجوء ولا进ش عليهم بعد الأصل للبسط في البسط تOWN يحدث واحد المقام في المقام به نزل النفس واحد على كو سين تربيع يحدث عندي يصير عندي سيكن تربيع للأكس في واحد على ساين تربيع يصير كوسيكن تربيع المن للأكس وهو المطلوب نقول له وهو المطلوب تمت عندي المبرهنة الأولى عندي المبرهنة الثانية أنه نحاول المبرهنة ثلاثة كوساين تربيع للأكس ناقص ساين تربيع للأكس زائد واحد على ساين تربيع للأكس يساوى أربعة كوتان الأكس كذلك نأخذ الطرف الأيسر من نأخذ الطرف الأيسر ش راح يصير عندي هالوضعية مو الأحمر ما يفيدني الأحمر نأخذ الطرف الأيسر راح يصير عندي ثلاثة كوسين تربيع للأكس زائدا عفوا ناقصا ساين تربيع للأكس زائدا واحد على شنوى على ساين تربيع للأكس شوف الخطوة هنا عندي ترتيبية لاحظ هذا المقدار انتم تذكرون انه عندنا كوسين تربيع للأكس زائد ساين تربيع للأكس وساوى واحد انا هاي المتطابقة اقدر بمجرد ان انقل الساين للطرف الآخر راح يصير عندي كوسين تربيع للأكس وساويه لواحد ناقص ساين تربيع للأكس جاي نقلناها عندي لهاي الجهة اقدر هسا هاي عوزها بخطوة ترتيبية بسيطة بمجرد ان ارتب هذا شرح يصير عندي راح يصير عندي ثلاثة كوسين تربيع للأكس زائدا واحد ناقص ساين تربيع بس رتبت بس جبت هذا خليهتك مكان للواحد حتى تصير عندك واضحة انا ما احتاجها اقدر بدونها استخدم هسا شرح نسوي راح نعوض هذا المقدار اللي هو نفسيته هذا راح نعوض مكانها كوساين ما اقع اي مشكلة يصير هاي مجرد تعويض تعويض نشي مكان شي فاش راح يساوي المقدار ثلاثة كوساين تنزل ثلاثة كوساين تربيع للأكس تنزل الواحد ناقص ساين تربيع راح نعوض مكانها زائد كوساين تربيع المل للأكس واحد ناقص ساين تربيع تصير كوساين تربيع عليمن على ساين تربيع المال للأكس زين فصار عندي ثلاثة كوساين تربيع وواحد كوساين تربيع أربعة كوساين تربيع صار عندي أربعة كوساين تربيع المال للأكس والمقام ساين تربيع ينزل ما بي أي مشكلة ساين تربيع للأكس زين كوساين تربيع على ساين تربيع يطلع كوتان إذن صار عيد الأربعة تنزل كوساين على ساين يطلع كوتان كوساين تربيع على ساين تربيع يطلع كوتان تربيع المين للأكس وطلع عندي الطرف الأيمان المقلة وهو المطلوب هذا بالنسبة المين لبرهان هذه المبرهن مثال ممكن يجينا بهالطريقة على الدوال المثلثية يقول إذا كان كوساين ألفا يساوي 2 على 3 وكانت الألفا أي الزاوية بين الاثنين باي على 3 باي على 2 يعني بين الـ 360 وهي 270 يعني يا ربع نريد نجي نرسم هي شي وهي 2 باي هنا وهي 270 هنا أخوش حاكي لي هي 3 باي على 2 وهي هنا هي الـ 360 فنلاحظ أنه الزاوية موجودة بالربع الرابع فجد يريد الساين ويريد التان ويريد السيكن ويريد الكو تان يعني ما مخلي شي تقريبا ما طالبة لأن هذا الكو ساين ساين وتان بس السيكن ما طالبة لأنه مباشر السيكن همن القاس سيكن حتى لو ما طالبة هو حتى تكتمل عندي القضية هذا ممكن أحل السؤال بطريقتين بطريقتين أنت تعرف أنه أنا عندي الساين ألفة والكو ساين ألفة إذا لقيتهم ممكن أقدر ألقى الباقيات كله اللي أمذن الأساسيات زين هو ش منطيني بالسؤال هو منطيني بالسؤال منطيني الكو ساين ما زال هو منطيني الكو ساين أنا أقدر ألقى السعين شلون أقدر ألقى السعين عندي طريقتين حتى ألقى السعين طريقة المثلث طريقة القانون ذنبوا طريقتين أول شي طريقة المثلث أجي أرسم مثلث مثلث قائم الزاوي وأثبت هنا زاوية ألفة جيد هو قاية لكوساين الألفة و2 على 3 الكوساين المجاور على الوتر إذن الوتر 3 المجاور هو 2 هذا المجاور للزاوية إذن كوساين الزاوية هو 2 على 3 أو المجاور على 3 هذا خليني أفرض مثلا خليني أفرض R اللي هو المقابل أنا أريد أطلع المقابل حتى يكتمل عندي المثلث فاش راح أقل لي راح أقل لي أنه ترى حسب نظرية في ذاغوص راح يصير عندي R تربيع زائد الـ 2 تربيع يساوي لي الـ 3 ثلاثة تربيع زين الـ R تربيع أنا أدور عليه 2 تربيع يساوي 4 ثلاثة تربيع يساوي 9 زين الـ R تربيع راح يساوي لي 9 ناقصا إشقيد ناقصا 4 إذن الـ R تربيع يساوي لي 5 ويؤدي إلى الـ R شي يساوي جدر الخمس ممتاز جدر الخمس إذن لقيت عندي شنو لقيت هذا الضرف اكتملت عندي القضية ما زال لقي جدر الخمسة أقدر ألقي كل الباقيات شلون صار عندي وتر وعندي مجاور وعندي مقابل أقل لي يا بس ساين إش راح يكون عندي ساين الألفة هو شنو وهو عبارة المقابل على الوتر يعني جدر الخمسة علي من على ثلاثة المقابل على الوتر لكن بالربع الرابع هذا الربع الرابع الساين إحنا متفقين إحنا مسورفين بيها مسبقا قايلين أنه الـ X هو الكوساين يعني يمين يسار هو كوساين أعلى وتحته ومن هو هو الساين فتلاحظ بالربع الرابع هنا الساين عبارة عن سالب فلازم أخليه هنا شنو لازم أخليه بإشارة سالبة خوشحة أنا من طلعت الساين وطلعت الكوساين أقدر بعد ألقي كل الباقيات فراح أقول له يا بئı السيكن اللي أنت ما طالب من عندي أنا راح أطيك يا مالة الألفا هو مقلوب الكوساين encouraging هو واحد على كوساين واحد على كوساين الألفا هي شيء فراح يصيل عندي سيكن للألفا والمقلوب مالة راح يطلع ثلاثة على ثمين زين الكوسيكن للألفا هو واحد على ساين إذن مقلوب وساين إذن سالب ثلاثة على يمين على جدر خمس زين يا بتان تاني الالفة نقول له هو الساين على الكوساين ني مضي نياب السؤال فالساين هو عبارة عن سالب جذر خمسة على ثلاثة والكوساين هو اثنين على يمين على ثلاثة فهاي هنا هاي اثنين ايش راح يطلع عندي راح يطلع عندي التان الالفة هو عبارة عن حدفنا الاثنين سالب جذر خمسة على يمين على ثنين حشقتها حشق بس مشكال الكوتان كوتان الالفة ايش راح يكون نقل له كوتان الألفة راح يكون هو مقلوب التان فالتان سالب جذر خمسة على اثنين الكوتان راح يصير سالب اثنين على جذر خمسة سالب اثنين على جذر خمسة لان هو شنو هو مقلوب الكوتان القضية كلها نفس الشي اللي راح نشتغلها بس اشلون القسين راح يكون بطريقة مختلفة هنا بطريقة القانون نقل له يابا احنا عندنا كوساين الألفة تربيع زائدا ساين الألفة تربيع يساوي لواحد زين كوساين تربيع الكوساين نشكد منطينية اثنين على ثلاث هو بالسؤال منطينية طبعا تربيع زائد ساين تربيع هذا مكتوب ساين تربيع ألفة يساوي واحد اذا راح يصير عندي ساين تربيع يطلع عندي أربعة على تسعة زائد ساين تربيع ألفة يساوي واحد اذا ساين تربيع ألفة يساوي واحد ناقص أربعة على تسعة واش يساوي واحد في تسعة ينزل تسعة تسعة في واحد ينزل هنا تسعة واحد في أربعة ينزل والسالب ينزل أربعة ويطلع عندي خمسة على يمن خمسة على تسعة هذا من نوع هذا الساين تربيع يابا والساين نقل له نجدر الطرفين للألفة فاش راح يصير زائد ناقص طبعا تعرفون من جدر الطرفين يصير زائد ناقص الخمسة جدر هيبقى جدر خمسة والتسعة جدر هيصير ثلاثة زين عدة طلعا قيمتين للساين قيمة منهن موجب وقيمة منهن سالب احنا ش راح نقل له راح نقل له ساين ألفة يساوي سالب جدر خمسة على يمن على ثلاثة لأن ألفة في الربع الرابع وملقين الساين هنا ما عندي بعد أي مشكلة أقدر أطبق ذني كل هنا اللي طبقتين إذا ممكن ألقى الساين إذا أنطاني الكوساين وممكن ألقى الكوساين إذا أنطاني الساين يعني بعبارة أخرى أنت إذا أنطاك كوساين X خلن نقول فإنت بإمكانك تلقى الساين وإذا أنطاك الساين ممكن تلقى الكوساين وإذا أنطاك التان تقدر تلقى الساين وتقدر تلقى الكوسين واضح؟ ليش؟ لأن التان هم راح يصير مثلا الطاك تان الأكس مثلا يساوي لي على سبيل المثال ثلاثة على أربعة فراح تقول هذا هو المقابل هذا هو المجاور ومنظرية في ذا غر ستروح تطلع الوتر بطريقة المثلثات وما عندك أي مشكلة هذا بالنسبة لحل الأنواع هكذا أنواع من هاي الأسئلة نلتقوا إياكم إن شاء الله بدرس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته